الحين بنروح للطريقة الثانية اللي هي الطريقة التحويل الدسيمول إلى الأوكتل فبتكون تقريباً نفس الطريقة وبناخذ نفس المثال على الساس أننا أحنا نجرب فالرقم اللي هو 98 الدسيمول بنحاوله إلى الأوكتل بيكون طريقة الحل نفس ما سويناها قبل من تحويل الدسيمول إلى البايناري بنكتب 98 وبنسوي الخط هنا بتكون القسمة وهنا فالحين بما أن التحويل بيكون إلى الأوكتل بنقسم 98 تقسيم 8 الناتج يساوي 12 عشانس نطلع المتبقي نسوي 12 ضرب 8 يعطينا 96 98 ناقص 96 يطلع لنا 2 اللي هو بيكون الرمايندر والحين بنسوي 12 تقسيم 8 12 تقسيم 8 يطلع لنا 1 1 ضرب 8 يساوي 8 في الأسفل كناتج ومن بعدها نروح على الباقي وبيكون 1 4 2 أوكتل فنستنتج أن الرقم 98 اللي هو الدسيمول يساوي 1 4 2 دسيمول تقسيم 8 5 5 10